مع احتراماتي لقادة ثلاثة كلهم أخوتي وأعزائي واحترمون ويحترمون لكن أظهر لي أنه صمام الأمان والعقل الأرجح والأكبر بالعملية السياسية أقدر أقول لك السيد المالكي يعني يشتغل الرجل شغل الأمانة لله واحد عشيها يعني من شاء الله قبل أكو من الجيش أكو من بعض الأجهزة أكو من بعض الناس أبيه على السنة وقالوا المالك وعجل المالكة لكن الآن الوضعية اختلفت أنت تعرفوا ده ده يحاول كل الطرق يجمع السنة بمركب واحد ويقولهم طلعونا مرشح حتى ندعمكم وحنا مريد منصب وكان عنده مرشح سيد المالكي لا ده يقول سيد محمود المشهدان هوش ده يقول وروحوا اختاروا واحد حتى يتنقل لا هو لو بالجسة الأولى كان متفق على الأسماء اللي قدمها البيت السني كان انحسمته أربعين صوت لا 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 المعلوم هوش أستاذ علي البيت السني خلو نقول تقدم في جلسة التصويت اللي كان بها الشيخ شعلان شعلان المرشح مع أصواتها راحت للسيد محمود المشهداني أصوات منه؟ المالكي شوف أنا راح أسرك سر يعني ولو حدث راح ما يعتبر سر بعض النواب أخذوا أريحيتهم بالتصويت وحتى بلغوا للسيد المالكي قالوا لهم إحنا إنا يا رغادة قالوا إحنا أدنا اتفاق زيان إحنا نروح ويه السيد المشهداني امضوا مع المشهداني واللي ما يحب يمضي إلا القرار والخيار قسم مضو قسم من الاتحاد الوطني مضوية قسم من السنة مضوية لكن اللي طلحه مش قد وهم هو 40 بينما السيد شعلان المشهد 152 صوت أحنا يشوف أكسر لازم تعرفه والمشاهدين يعرفه أحنا قبل الانتخابات هاي بأسبوع كنا بأربيل السيد مسعود البرازاني التقى بالسيد خميس الخنجر والشيخ خميس الخنجر والسيد مثنا السامراء والسيد محمد الحلبوسي وكل رجل من هذا عد الوفد المقرب مالتا وإحنا موجودين آن من الناس كانت موجود صار الاتفاق كالآتي أمضوا بيهم الثياناتهم لأن هذا يقول بس جبوا لنا واحد الإطار وهم سيد سالم ميقي تتازل ولا التقدم تقدر تسحب شعلال الكريم فصار الاتفاق بيه شوكت بـ 21 داعش 2023 لما نقعد 64 نائب سني وأنا من ضمنه كنت قاعد موجود وخولوا الشيخ خميس الخنجر والسيد محمود محمد الحلبوسي باختيار من يروه مناسبا للرئاسة مجلس النواب العراقي السيد خميس الخنجر اختار أستاذ سالم العساوي محمد الحلبوسي ما حفظه لقابل من اختار اختار شعلال الكريم المبطن بالموضوع شنو شنو المبطن اكو اثنين كانوا هم اللي دي خربوا الجلسات كانوا يريد ترشحون هاي ما ظهرين اعلان واحد منهم ذكرت ببداية الحوار والثاني من الرمادي زيان مقرب جدا 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 من الحلبوسي لاتذكر اسم سيد هيبة الحلبوسي هيبة الحلبوسي اللي بعد ذكرت الرئيس العفو السيد محمد الحلبوسي ما وافق لأنه قال اكو استحقاقات احنا مريد اكل هلو الرمادي خلي سامرة واهل صلاح الدين هم الهم حصة بنا بس الحقيقة شنو لا هو يموها الحقيقة شنو كانت الحقيقة الحقيقة هو مريد واحدين انا هو سبروا دي احنا موسيقى